هذه منظمة الخامس عشر من خرداد فخر الصناعة الدفاعية الإيرانية وقد تبدأ عملها في سوريا لحماية مجالها الجوي من الهجمات الإسرائيلية المتكررة وفق تقرير للتلفزيون الإيرانية التقرير نفسه يشير إلى أن دمشق طلبت من طهران شراء قنابل دقيقة موجهة لمقاتلاتها ومن المرجح أن يلب طلبها وتزود برادارات وصواريخ دفاعية خلال الزيارة الأخيرة لقائد قوات الدفاع الجوي السورية إلى إيران جرى الحديث عن شراء منظومة الخامس عشر من خرداد أعتقد أن وجود هذه المنظومة في الأراضي السورية بإمكانه أن يمثل بداية لنهاية الاعتذاءات الإسرائيلية كانت إيران ولا تزال تعمل على تقوية وإعادة بناء الدفاعات الجوية السورية وهذا واضح من خلال وجود متخصصين من الحرس الثوري هناك إذن مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين إيران وسوريا يؤكد فيها البلدان عمق العلاقات التي تربطهما ومتانتها فضلا عن البعد الاستراتيجي والرسائل التي تحملها هذه الاتفاقيات العسكرية أعتقد أن وجود إيران في مجال الدفاع الجوي السوري سيصبح أكثر قوة من قبل وهذا بحد ذاته رسالة إلى كيان الاحتلال بأن سوريا لم تعد مكانا لتنفيذ اعتداءات الجوية فيه في شكل تعاون عسكري ووحدة حال بين البلدين وفي المضمون إعادة تموضع للشركاء وترميم لقوة الرادع لدى بلد يقع في الصف الأول في مواجهة الاحتلال الإسرائيلية يرى البعض في هذا التعاون رسالة تحذير إيرانية سورية شديدة اللهجة إلى إسرائيل بينما يرى آخرون فيه تحولا في المواجهة معها وهو ما قد يدفع تل أبيب إلى إعادة حساباتها وتفكير مليا قبل استهداف الأراضي السورية مالك عابضة طهران الميادين ترجمة نانسي قنقر